النجم صالح سليم أحد أبرز رموز ومشاهير الرياضة المصرية والعربية وهو ممثل ولاعب وعلم من أعلام النادي الأهل المصري اسم الميلاد محمد صالح محمد سليم ولد في 11 سبتمبر 1930 في حي الدق بالجيزة بمصر والده هو الدكتور محمد سليم أحد رواد طب التخدير في مصر ووالدته هي السيدة زينب الشرف والتي كان والدها من أشراف مكة قبل انتقاله للعيش في تركيا صعد للفريق الأول للأهل في عمر 17 سنة لعب أول مباراة أمام المصر سنة 1948 وأحرز فيها هدف احترف في نادي جراتس النمساوي سنة 1963 ثم عاد النادي الأهل مرة أخرى في عام 1967 حيث اعتزل تدرج في إدارة النادي الأهلي حتى وصل إلى رئاسة النادي سنة 1980 واستمر حتى سنة 1988 ثم عاد للرئاسة سنة 1990 حتى عام 1992 أصيب من مرض سرطان الكبد وكذلك فيروس سي الكبدي وبعد صراع مع المرض زادت حالته سوءا إلى أن وافته المنية في يوم 6 مايو 2002 عن عمر 72 عاما الكابتن محمود الخطيب اسم الميلاد محمود إبراهيم الخطيب ولد في 30 أكتوبر سنة 1954 في السنب اللوين بمحافظة الدقالية بمصر انتقل مع أسرته للقاهرة ثم انضم لنادي النصر بنصر الجديدة بدأ اسمه يتردد حين بلغ الخامسة عشر من عمري خلال مشاركته في دول المدارس مع المدرسة الرياضية انتقل للأهل بعدما كانت قريبا من التوقيع للإسماعيل كانت أولى مبارياته أمام فريقه السابق ثم تم تصعيده للفريق الأول وأول مباراة رسمية أمام البلاستيك في 15 أكتوبر 1972 وسجل فيها أول أهداف سجل 108 هدف في الدور المصري في 199 مباراة وفاز بعشرة ألقاب دوري وخمسة كأس وسجل 37 هدفا قاريا في 49 مباراة وهو رقم قياسي لما يتجاوزوا أحد حتى الآن فاز بكأس أفريقيا للأبطال مع الأهلي عامي 82 و87 وأبطال الكؤوس في أعوام 84 و85 و86 شارك في الألعاب الأولمبية سنة 80 و84 وفاز بكأس الأم الأفريقية سنة 1986 اختير أحسن لعب في أفريقيا سنة 1983 عمره الآن 68 عاما النجم إبراهيم يوسف اسم الميلاد إبراهيم يوسف عوض الله محمد الشهير بالغزال الأسفل هو أفضل قلب دفاع في تاريخ كرة القدم المصرية عبر التاريخ في الزمالك وفي المنتخب ولد في 1 يناير 1959 في حي مبابا بالقاهرة تخرج من أكاديمية الشرطة فاز بالدور المصري مع زمالك ثلاث مرات أعوام 83 و84 و88 وكذلك دوري أبطال أفريقيا عامي 84 و86 والكأس الأفرو أسيوي عام 88 وعلى الصعيد الدولي فاز بكأس الأم الأفريقية مع المنتخب 1986 وكذلك الميدالي البروزية في دورة حوض النيل سنة 1983 أو بالنسبة للألقاب الفردية هو أفضل لبرو في كأس أم أفريقيا سنة 84 بساحل العجل وأفضل لعب مصري أكثر من مرة وفاز كذلك بالكرة الفضية ثاني أفضل لعب في أفريقيا سنة 84 وسالس أفضل لعب في أفريقيا سنة 85 طبقا لمجلة فرانس فيتبول إبراهيم يوسف كان ضابطا في جهاز الشرطة وتدرج إلى أن وصل إلى رتبة لواء شرطة توفي في أول يوم من رمضان بعد صلاة التراويح حيث أصيب بنوبة قلبية توفي على أسارها في يوم 11 يوليو 2013 عن عمر 54 عاما النجم طاهر أبو زيد اسم الميلاد عامر طاهر أبو زيد السيد الشهير بمرضون النيل ولد في 1 أبريل 1962 في أسيوت بمصر بدأ اللعب في أسيوت إلى أن اكتاز اختبارات النادي الأهلي وأصبح لعبا في النشئين ثم لعب الفريق الأول وشارك في العديد من البطولات وحصل على لقب هداف بطولة العالم للشباب سنة 1981 وهداف كأس أمم أفريقيا سنة 1984 اشتار بتسديداته القوية المحكمة ولعل أشهرها على الإطلاق هدفه في بادو الزاكي حارس مرمى المغرب في كأس الأمم الأفريقية 1986 شارك مع المنتخب في كأس العالم سنة 1990 في إيطاليا شارك مع جيل العمالقة في النادي الأهلي وكذلك خاض 59 مباراة دولية وكان له الضور الأكبر في التخلص من عقدة المغرب في كأس الأمم سنة 1986 بعد سلاسين سنة بدون فوز على الفريق المغربي ترك أثرا لا يمكن أن يمحى من زاكرة عشاق قرة القدم شارك بعد اعتزاله مع منتخب الكرة الخماسية وشارك في بطولة العالم للكرة الخماسية عمره الآن ستون عاما ترجمة نانسي قنقر